لما لبسوا الهدوم المشجرة والألوان المسيرة قعدناها وقلنا نجوم بقى وشايفين الدنيا وردي لكن لما الموضوع يوصل للشيفون اهو ده اللي مش ممكن أبدا بس عالمين الكلام ده الفنانين من أول محمد رمضان لحد أحمد سعد لما بيكونوا في أي حفلة ليهم لازم يصيروا الجدل باللبس الحريمي اللي بيلبسوه من الشيفونات والستانات وكل الخامات الخاصة بالحريمي طبعا لما بيلبسوا اللبس ده الجمهور مش بيسيبهم فحلهم لا ده بيفضل 24 ساعة يتريق عليهم وينتقدوهم بسبب إنهم المفروض قدوة وعلى الرغم من كده في كتير من المتابعين اعتبروا لبس الفنانين ده مجرد مواكبة الموضة بس مش أكتر فظهر الفنانين والمطربين أثناء إحياءهم حفلاتهم الغنائية وهم لبسين قماش شيفون شفف والقماش الدانتال ومحدش عارف إيه هو سر حب الفنانين المصريين لللبس اللي من النوع ده رغم إن ما فيش أسهل من اللبس الرجالي أحمد سعد كان لابس طب شيفون وبلايزر حريمي في حفلته في السعودية وكان صارف جدا في الحقيقة فإطلالته اللي معجبتش حد دي كلفته 75 ألف جنيه وسعر الجاكت 1680 دولار يعني حوالي 52 ألف جنيه والطوب 750 دولار يعني حوالي 23 ألف جنيه الغريب إن أحمد سعد عارف إنه مش أول الفنانين اللي بيعملوا كده والشكله مش أخرهم فالمفجأة بقى عمري سعد كان نشر صورة ليه وهو لابس قميس شفاف كشف الوشم اللي عنده وكمل إطلالته بعقد من اللقلق الأبيض حوالين رقبته ووقتها أبدأ المتابعين غضبهم واستيئهم من أطلالة عمري سعد فقلق واحد فيهم وقال الشيفون ده للبنات استرجل يا فنان وبلاش تقلد الأهبل التاني نيجي بقى لوحش الترند الحقيقي أو رائد لبس الملابس الحريمي وأول من اللي لبس ده وهو وقل فنان محمد رمضان لدرجة إن ده بقى العادي بتاعه لابنتفاجئ ولا ابنتريق عليه لأنه ثقف لا نجاح ده غير بقى السلاسل الدهب والخواتم الأسد والنظارة عشان اللوك يكمل ففي مرة كان لابس فيها قميس شفون شفاف وجاكت جينز مليان سلاسل دهب وده لأن رمضان ماشي بمبدأ لكل مقام المقال ومش أي حاجة ينفع يلبسها في أي حتة وفي لقاء لي قال أنا مش بلبس الحاجات دي في الحقيقة مش بمشي في شارع جامعة الدولة بصفر والحفلات تطلب مني شو وبهراجال لكن أنا في الحقيقة هدومي بسيطة جدا قال كمان إن الموضوع مش هيصة كده لأ كل شيء مدروس وبحساب وإنه بيختار هدومه بعناية وفقا للحدث والجمهور المستهدف من خبراء الموضة والأزياء اللي هم قادرة منه ومننا بي وفي مرة تانية كان لابس قميس أبيض من قماش الشيفون وعليه جلاتر في احتفاله بعد ميلاده 35 في مطعم اسمه بير 88 جروب حتى مطرب الرب واجز أثار الجدل بحضور حفلة عشا لصالح مركة فالنتينو وكان لابس قميس سعره 4800 دولار أمريكي بس كان مصمم للجنسين يعني للرجال والنساء اللي اتنين يقدروا يلبسوه فإطلالته كانت إلى حد ما قادية أما الفنان عمري دياب اللي طوله عمره معروف إنه بيلبس المشجر والملون بقاله فترة كبيرة في أغلب حفلاته بيظهر بملابس حريمي أو إطلالات غريبة زي إنه يكون لابس حلق وساعتها الجمهور مرحمهوش وتعرض لانتقادات كبيرة ورغم كده إلا إنه لحد النهاردة لسه مكمل في لبسه للملابس والإطلالات الخاصة بالنساء ترجمة نانسي قنقر